ممكن انت بتفكر في شخص يا اما انتو متزوجين يا اما هي فقط كانت تربتك بيه برج الجدي عليك حميمية انا بش نحاول ناخد كارت خامس لانو على ما يبدو فما قصة لاني عندنا عندنا قصة عندنا قصة اوكي اوكي طيب برج الجدي انا شوفك ما قلنا عنك ممكن انت بتفكر في شخص وهو ايضا الشخص دي على فكرة بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنت متزوجين يعني في علاقة بزواجي اما الشخص دي كانت تربتك بيه علاقة قوية اللي هي قوية شنوه علاقة مثلا حميمية او ممكن العلاقة تكون عما طيب انجي بجسدي كبير ممكن يكون الشخص دي على فكرة يا اما خانك خدعك او تهبك انت بالخيانة نرجم يكون واني اتحمك انت انك خدعته مثلا ولكن القصة انا شيف انه اكثر منه الشخص دي انت بتشوف انه هو خدعك انه هو تركك خليك مثلا وعدك بشيء وموفيش به او مثلا مشيك في طريق اوكي وحتى الكروت هذوم عادة انا ناخذهم ونشوف انهم حاجة جديدة بصفة عاما وش فالعاطفة فقط فاليوم يعني عاطفية حتى القراءة هذية هي قراءة عاطفية حتى القراءة المبدئية هذية عاطفية فكما قلت لك ممكن الشخص دي مشيك في طريق وصحب منك البساط مثلا خليك وحدك في الطريق اللي تكمل وحدك انا طريق هذية ما عادش يساعدني مش طريقي امشي لوحدك حاجة يعني حاجة من نوع هذي فما خياني ولكن اللي انا شوفه انه انت ممكن تكونوا توقم للكثير منكم ممكن تكونوا توقم شواله والشخص دي مش فاهم يعني قصك توقم شواله مش فاهم يعني شوالعلاقه بالضبط فهو الهارب وانت المطارد عاما هذا شي ففيه عقد ممكن يعني للبعض منكم ياما تتزوجوا ياما هذية عقد عمل واتفاق على عمل لانه هذية مش تخليها الكروت هذية عامة عموما في كثير منكم ممكن قريبا في زوجه يبرج الجدي ان شاء الله بالتوفيق خلينا نبدأ ونشوفه اولا انا حابة نأخذ ايضا بسكرونت هذو ما نشوفه الطاقة طاقتك انت وطاقة الشريك انت في طاقة الحامل الوديع تقريبا فم شبه بين القائدين التقطين على فكرة فم شبه الكوتشينا هذية ما نجموش نقراوها مع قوسة ما تجي كان بالطريقة هذي او بالوجه هذي طيب انا نشوف انه برج الجديد في الوقت الحاضر انت ممكن تكون موجود مع مجموعة اشخاص يعني انت مش هو الوحدك شايفتك يعني شخص مسالم محبوب بتحاول طاقتك فيها هدوء عموما عموما او بصفة نعامة طاقتك فيها هدوء شايف انه انت ممكن تكون مش منعزل ولكن ثم يعني دائما اشخاص بيحاولوا انه هما يعني دخلوك معهم في العلاقة او خليوك معهم في علاقة ولكن انت اللي ساحب نفسك او تفكر انك تسحب دائما نفسك الشريك انا حاسن هو ممكن يكون الشخص لي وحيد على فكرة وممكن يكون ايضا يعني حاسس انت فيه اوكي وانا اشوف انه عامة عنده بعض يعني متألم او حزين فماشي ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعا ولكن ممكن يكون طيب خلينا نبديو برج الجديد ونشوفو بالطارق بفهول او الكات وطلع لك على فكرة برج الحمل حتى في الوكوتشنيرية وطلع لك برج الحمل برج الحمل وطلع لك وكارت برج الحمل القوة او شخص بفكر فيكم في الفين هيدي على اغلب انت بطريقة روحية اوكي تفكيرك في شخص هدي فيه روحانيات ممكن على فكرة العلاقة معلقة منتهية يعني انا شايف فيه غموض ممكن انت فم حاجة كثيرة انت متعرف هيش على شخص هدي او فم واحد فيكم خايف عامة اوكي بالرغم انه فم حب وبالرغم انه فم طاقة جنسية عالية جدا 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 بينك وبينه الشخص هدي حتى الكروت الاولانية اني نزلناهم فيها كرت الطاقة الجنسية الشخص هدي على فكرة بيحس نحيتك بالفعل بطاقة جسدية بيحس انه انت تعبك معه وانه هو بالفعل كما انت او كما الكروت قانونا انه فم خيائنا اوكي وعموما الحب موجود وانت على ذكرة بتحب الشخص هدي يعني بتحس انه هو صميت او وبتحس انه هو الحب الحقيقي هذيك عليش انت بتفكر فيه بطريقة روحانية يعني الطريقة اللي انت بتفكر فيه بها الشخص هدي روحانية اكثر وعلى فكرة الشخص هدي ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط ممكن او انت بتحس طول الوقت انه ممكن يكون الشخص هدي مش معاك مثلا مشغول بحاجات اخرى طول الوقت ونقوله احنا وانت حاسس انه هو مخبي عليك حاجات وانه ثم حاجات كثيرة مريبة انت مش فاهمها وممكن كما قلنا تركك ومشي مثلا اختفى فجأة يعني شوفوا يا اما اختفى فجأة يا اما هو مثلا عش كما يقوله بيشي وما اوفيش به مثلا قلك يعني احنا بش نتزوج وانت بنيت احلام وبنيت امال معاها الشخص هدي وفجأة انسحب مثلا من العلاقة وفجأة يعني ترك الجمر بما حمل ومرحل في انت القصة مفاجئ ممكن هو متعود على الطريقة هذية انه هو بيجي فجأة ويقوله احنا وبيختفي فجأة اوكي وانتم على فكرة انا مش شايفة انه انتم بتتكلموا مفيش شريقة بينكم عمر انت والشخص دي ما فهمش تقريبا ثيقة بينكم طيب اوكي طيب اه انتم ممكن تكونوا علاقة حيات سبقة على فكرة انتم ممكن تكونوا علاقة حيات سبقة على فكرة طيب شوفوا هو بيشوف انه انت شخص حسيش جدا وعملت حاجات معاه يعني مواقف مثلا متشغلتش عليه من الاول قبلته كيف ما هو يعني المواقف اللي انت عملتها معاه مواقف شهامة تهمت القصة ويعني بيشوف انه انت لما بتحب بتحب باخلاص شخص هذي شيفك بصورة جيدة على فكرة وممنون لك من ناحية اخرى شوفوا ممكن يكون هو شيفك عندك بعض الغموض ولكن هذي هو يعني متأكد انه هذية من طبعك انت الغموض اوكي وانت ايضا بتحس انه هو غالب والغموض هذي ممكن ظروف هو مش حابب انه مثلا يقول هيلك او مش حابب انه هو يدوشك بيها معاه مثلا فهمت القصة فهو بيشوف انه انت شخص مضحي غيرت له مثلا حياته ساعدته يعني كثيرا انه هو يتغير الفكرة في التهيل هو في حد ذاته وساعدته على المستوى الروحي كثيرا فهمتو؟ فوجودك بصفة عامة في حياة الشخص دي خلته يفهم ممكن اشيء ممكن انت تكون مساعدته مديا ايضا البعض منكم مش للناس الكل ممكن تكون حسنت له ايضا نفسيته خليته شخص يعني ثابت يعني خذوها المساعدة باي طريقة يعني حسب قصتك انت whatever فهو حاسس انك انت يعني نورت حياته كأنك يعني عرفت وششت يعني انت ماخذ طاقة القمر بالضبط فمشاعر تجاهك مشاعر يعني نقولوا احنا ثابتة ممكن هو انا شايف ان هو حاب بيرتبط بيك لانه شايف انه انت الشخص المناسب ولكن على فكرة ممكن تكون ثم شيء اللي وقف بينك وبينه مش لا منك ولا منه ثم حاجة اخرى طيب اوكي اوكي شوفوا الشخص ادي شيف انه انت وهو المفروض ترتبطوا ولكن مش بالطريقة التقليدية يعني انكم مثلا تقدوا مع بعض تبتكروا طريقة تكون مساعدة لظروفه هو مساعدة لظروفك انت ممكن يكون متزوج الشخص دين البعض منكم مش للجميع مثلا اوه انه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيات وهو على فكرة متبسك بيك جدا وشيف انه انت ساعدته كثيرا في حياته وعلى فكرة هو سعيد جدا معك وفما ذكرياته ومحتفظ بيها بينه بين نفسه وسعيد جدا 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 بالعلاقة معك اوه هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له نظام حياته قوله احنا مثلا كان عنده عادة سيئة مثلا تدخين او اوه يعني ايا كانت العادة السيئة هذيه مش بالضرورة انت قاعدين اعدد لكم فانت تقريبا اعطيته دفع انه هو يغير الشيء هذيه اوكي او العادة السيئة هذيه اوه اذا كنت مثلا ما ساعدتهش مديا مثلا ساعدته نفسيا على المستوى الروحي ايا كان فا كأنه مثلا الشخص هذيه يعني سهل عليك امور كثيرة وساعدك كثيرة بصراحة اوكي طيب 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 هو منه وممكن kung طيب 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 الطيب اقارب حتى جيرين مثلا فانت تقريبا اخلتك اكل شي اللي انت شفته وحسيت انه كل العلاقات يعني بالضرورة افهموا معي كل العلاقات بالضرورة تكون بالطريقة هيديكة يعني كأنك انت خليت افكار مصابقة وكأنك عملت لها تنزيل وهناه هيديه هيديه هو الخطأ او هيديه هي الحلقة المفقودة فيعني بشوف انه انت هندك فكرة ثابتة عن العلاقات اوكي والواضح انه انت بالفعل يعني اخذت فكرة وحابب تطبخها الشخص اديه بيحبك جدا وشايف انه ممكن انت حاطت قيود شوية اوكي ومتمسك وشايفك متمسك باخلاقيات معينة في حياتك ولكن وممكن يكون حابب يقولك انه الزمن تغير انه مش بالمرورة انه على كل شيء فيما يخص تغتيرك انت فقط يعني مثلا انت قلو احنا من نوعية الاشخاص مثلا بيتفرج كثيرا ومتأثر بالافلام مثلا الدراما المصرية القديمة فانت بتشوف انه مثلا الحب والمشاعر في الزمن هذيك كانت مختلفة تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر والاحترام والعلاقة فانت تقريبا بازلت مثلا اقولوا احنا بتحاول انك العلاقة اللي تريشها القصة الحب اللي تريشها تكون بالطريقة هذيك كدية مثال راو بتقولوا ليش اميرة ومتحنا ليه وانا عاليش يسكر التعليقات لانه نلقى ناس مش فاهمة اصلا انا بعطي مثال فطبق انت لو مش النقطة هذي مش مناسبة ليك طبعا ومش انت لا انت بالعكس الشخص يعني فخلاص يعني مش مشكلة يعديها اوكي فكأنه يقولك يعني اعمل حساب انه في ناس مختلفين عنك وانه انا مختلف عنك وانه انا بنحب اشياء ممكن انت ما تكونش تحبها يعني احترم الاختلاف اللي بيننا تماما تمام فالشخص هذي مش حابب انه انت اوكي شنجم ونقول هذي انت عندك فكرة عن الحب ممكن تكون سلبيع شويه مثال قوط له انت خين انت مش تتركني وتمشي انت مش حاسس ان عاها بالامر مثالا فحابب فكرة انك تربط معاك مثالا فتحب يعني يقولوا احنا مثلا تحب انت زواج رسمي يعني علاقة رسمية وفهمتك فيش حقد وهو مش مستعد مثلا. اوكي وشيف تقريبا اذا كان حبينا نقولوا الكلمة وتطلع صحيحك انك حابب انت تحط شروط. او تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هذية يعني هو بيشوفك بصورة ان ميه هندق الفكرة هذية. يعني ممكن مش 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 ضروري انت بتحبه مثلا زوجك رسمي ولكن هو شايفك بصورة هذية. شايفك شوي تقليدي ممكن يعني بكل امانة تمام ممكن يكون شايفك شوي تقليدي طيب. مسان منظرك على فكرة حتى لو انتم منفصلين. مشوفك يعني حساس جدا 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 جدا. وانت شخص تعمل حوقات الاقبالك صعب السيطرة عليك. صعب السيطرة عليك. بيشوفك مختلف عنه كثيرا على فكرة. انا مطلع ليش كارت الاختلاف الاجتماعي. ولكن عليش هو الشخص دي يجيب وانت مختلف عنه. اشوفوا عموما انا محب ان اخذ كارت من كروت او كارتين من كروت ملائك الحف ممكن يفسرنا شوية. او يفسرنا العلاقة. كان يحبوا يساعدونا طبعا ملائكة الحف. وانت شخص تعمل حفا ملائكة الحف. وانت شخص تعمل حفا ملائك. compounds. ، ، ، شكرا